عايزين نقول ما فيش حاجة اسمها نظام غذائي محدد للشتاء احنا عايزين نقول النظام الغذائي يعني ايه؟ النظام الغذائي هو غذاء متوازن يديني كل الاحتياجات بتاعت من البروتين والدهون والكاربايدرات والفيتامين والأملاح المعدنية وكمية الميا اللي احنا دايما بننساها وفي نفس الوقت الاكل اللي احنا كناه ده نديلي الطاقة اللي انا احتاجاها وفي نفس الوقت الهدف بتاعي ان انا حافظ على الرشاقة بتاعتي وكمان يكون عندي الاكل بتاعي بصحة يعني اكل يكون صحتي كويسة وفي نفس الوقت يبقى عندي رشاقة والوزن بتاعي ما يزيتش ده معناه نظام غذائي اسمه style life يعني نظام حياة ان انا احدد حاجات هتضريني انا باخدها في الاكل بتاعي وفي حاجات كويسة لازم افعلها وازودها عندنا شوية حاجات في الاكل بتاعنا احنا بنقول يا ريت نوقفها اول واحدة فيهم في الانظمة بتاعتنا دي اسمها اللي هو الاغذية اللي فيها السكريات كتير دي اول واحدة فيهم لازم تقف او بتقل بقدر المستطوع تاني حاجة الاغذية اللي فيها كمية عالية جدا من الاملاح واحنا المصريين مشهورين بكمية المخللات والحاجات اللي فيها حدق كتير كمان الاغذية المصنعة اللي فيها كمية من مواد الحفظة والمواد الملونة دي كلها لها تأثير جامد جدا واصبحت حتى الدول الاوروبية بتصنف الاطعام الاغذية المعالجة او اللي فيها متصنيع كتير زي اللانشون والبيفات والحاجات دي كلها من مسببات السرطان دي كلها اغذية لازم ابعد عنها دي كله بقول استيلا دكتور بس نركز على حتة دي لان البيوت كتيرة للأسف معتمد اعتماد كله على الفطار في الوجبات دي يعني اللانشون والحاجات اي حاجة مصنعة او احنا مش عارفين هي اصلا اي في اي داخل في بعضه البولوبيف والكلام ده ده كل ده ده غلط ده لازم نبعد عنه كل الحاجات دي فيها مواد حفظة ومواد كمان ملونة يعني البسترما فيها طوم كتير قوي فيها دهون عالية غير طبيعية لان كل الحاجات دي تجميع بتاعتها او في اسناء التصنيع بياخدها بكميات عالية وبيحطها وفيها كميات دهون عالية جدا في التحليلات بتاعتها ده بيزود للوزن ده غير بقى ان فيها المادة الحفظة الاساسية اللي موجودة فيها واللي بتديني اللون الاحمر اللي هي بنزوات السود البنزوات دي من الحاجات السمى جدا للكبد بتتحول في الجسم او في الكبد لمادة اسمها نيتروزومينات السوديوم المادة دي مادة سمى للكبد وبتسبب سرطان الكبد وده بتعتبر مادة مش كويسة جدا ده يا سوري اللي هي مادة اسمها نيتريت السوديوم مش بنزوات البنزوات مادة حفظة لكن نيتريت السوديوم اللي هي بتدي اللون الاحمر بتاع اللانشون دي حضرتك من المواد السمى لانها بتدخل الكبد وبتتحول لمركب النيتروزومينات ده حضرتك وبالتالي بتعتبر مادة سمى الكبد عشان كده الدول الاوروبية حاليا بدأت تصنف اللحوم المعالجة او اللي هي الحم المصارفة معا بانها واحدة من مسببات سرطان الكبد واحنا بنقول الامهات في البيوت اعملوه يعني الامه ممكن تعملوه في البيت بتجيب اللحمة المفرومة وبتعملها وكمان البرامج بتاعتنا دولاتي بيتقدم الحاجات دي فيريت الامهات تقدر توصل لده يعني انها تعمل الحاجات دي في البيت عشان احمي ولدنا اللقم النابيت او الحاجات الفرايد والمقلي والكلام ده بردو من الحاجات اللي هي مصنعة بدي ديبق عليه القديم الحاجات المقلية دي رقم اتنين احنا نقلل منها انا انا مستخدمياش انا مش هقول ان انا امنع مثلا حاجة زي البطاطسة المحمرة لكن انا ممكن استخدمها بطريقة اخرى يعني ممكن اخد مثلا البطاطسة عملها سليتس مثلا ودخلها الفرن فتاخد لون الفرايد اللي الاطفال بتحبه ممكن أعمل حاجات من اللي هي زي الشيبسي والحاجات دي في البيت بطرق بسيطة استخدمها الأم لكن إن أنا أقول إن أنا هحرم الأسرة أو الطفل من الأكل ده صعب خلينا على أرض الواقع وخلي الأم تقدر تنفذ الكلام ده يعني مثلاً هي تشوف حاجاته تقدر تكون قريبة منها تقدر تنفذها على أرض الواقع في البيت بتاعها دي الحاجات المقلية والمحمرة والحاجات المسبة وخصوصاً كمال إن احنا ظهر عندنا سمنة الأطفال بقيت نسبتها كبيرة جداً ودي حاجة مش كويسة في المؤشر بتاعنا فبالتالي إن أنا لما أقلل كل الحاجات اللي إحنا بنتكلم عنها دي دي في عادتنا الغذائية فأنا هحصل على نظام غذائي صحي في حاجات تانية لازم أفعلها إيه الحاجات اللي أنا أفعلها؟ عندي زي تناول والخضر والفاكهة من الحاجات أو بالذات الخضر لإن كمية الصعرات بتاعته قليلة وفي نفس الوقت بديني كمية من الفيتامين زي والأملاح المعدنية دي بتفعلي وبتقويل الجهاز المناعي كمان وفيها كمية من المية برضو لو أنا بصيت على الحاجات التانية اللي هي عندي المشروبات وبصفة خاصة المية والمية دي رقم واحد دايماً إحنا بننسى المية المية دي مهمة جداً 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 لازم إن أنا أفعلها لإن المية بنقول إنها بتساعد في عمليات الامتصاص بتساعد في عمليات الهضم نفسها بتاعت الأكل كمان في بعض الأبحاث قالت إنها من الحاجات اللي بتساعد على نسبة بتحسن نسبة الزكاء لإنها بتعمل يعني بتخسل الجسم فبتخرج لكمية السموم من الجسم اللي موجودة برضو من الحاجات اللي بتعللي معدلات الحرق جوا الجسم بتعمل تنظيف للجسم كله ووشنج اوبادي بتخسلي الأجزاء الداخلية جوا الجسم يعني إحنا بنسميها ووشنج اوبادي يعني بتخسلي الجسم ليه الحاجات دي كلها هي دي النظام الغذاء الصحي إن أنا أبعد عن الحاجات دي وأزود الحاجات دي أما بديك كده الدايت الدايت استايل لايف هاكل كل حاجة بس بشرط إنها تكون داخل مقنن يعني أنا قدامي قطعة طبق جدو أخد قطعة وأرضي نفسي وإن أنا كده أكلت بغيرا ما أكل الطبق بحالة فهو ده النظام الغذاء اسمه استايل لايف استايل لايف يعني أخد كل حاجة ولكن بمقنن تتفق مع العادات بتاعتي وفي نفس الوقت ما تديش كمية كالوريز أعلى من الاحتياجات بتاعتي أو من الطاقة بتاعتي بتؤدي إلى السمنة بل على العكس أخد كميات الأكل وزود فيها كميات الخضار بتاعتي بنسب أعلى ترجمة نانسي قنقر